اتحاد الكرة بالمناسبة افتتح الدورة ايه او دورة الرخصة التدريبية ايه اللي هتبدأ ان شاء الله يوم لتنين بحضور خمسة وعشرين مدرب وحتستمر الدورة تلت شهور تتضمن ميتين تمانية وتمانين ساعة تدريبية من خلال خمس دورات منفصلة يتخلى لها تمانية واربعين ساعة تطبيقية مين بقى اللي هشارك في الدورة التدريبية دي خمسة وعشرين مدرب مين هم اللي معهمش الرخصة ايه علي ماهر محمد عبد الكريم طوان مع حفظ الاركاب للجميع عبدالزاري الساقة مجدى عبدالعاطي وعادل مصطفى وامير عبدالعزيز وعبدالبائي جمال وحمد عبدالمقصود وامير عمر النور وخالد علي ووليد سليمان وعمر اسلام ومحمد سعد واسلام يوسف وحمد عبد وخالد جلال وامير محمد عنصر النسائي وطارق سليمان وطلعت محرم وحمد ايوب وعمد النحاس وايضا عنصر النساء اخر مريهاني يحيا مع محمد كمال ورياض ومصطفى لطفي طيب أنا عايز أقول لكم حاجة كان فيه تقصير في الدورات دي في الاتحاد المصري خلال السنوات المضايا يعني المدربين دول برضو يعني مش هنقول لهم اتأخروا ان هم ياخدوها عشان كنا احنا اللي بننظمش دورات الاتحاد المصري كانش بنظم دورات فكويس من الاتحاد المصري انه يعمل كده وكويس المدربين يقبلوا على هذا الأمر طيب مين المدربين اللي في الدوري المصري اللي معاهم الرخصة ايه يعني مين المدربين اللي في الدوري المصري دلوقتي معاهم الرخصة ايه عشان لو مش معاهم الرخصة ايه الموسم اللي جاي مش يشتغلوا مين بقى اللي معاهم ومين اللي مش معاهم تعالوا نشوف حمزة الجمل مع الرخصة ايه احمد سامي قدم انه هو يخش الدورة اللي جاية احمد ايوب بياخد الدورة الحالية عبد الباقي جمال بياخد الدورة الحالية الدورة عشان ياخد الرخصة علي ماهر بياخد الدورة الحالية عشان ياخد الرخصة. كابتن شاوي غريب واخد الرخصة ايه. عمان النحاس بياخد الدورة الحالية عشان ياخد الرخصة ايه. يعني دول كلهم حيبوا موجودين معنا الموسم اللي جاي عادي. كابتن ايمان الرمادي قدم على الدفعة اللي جاي. يعني الموسم اللي جاي هيبقى معنا برضو ان شاء الله. كابتن طالعي العشري واخد الرخصة ايه. كابتن علاء عبدالعال معهش الرخصة ايه وما قدمش على الدورة. وبالتالي ممكن ما يبقاش موجود في الدولة الموسم اللي جاي لو ما خدهاش تامر مصطفى نفس الأمر بتاع الكابتن علاء عبد العال كابتن حسام حسن معه الرخصة ده الموقف بالنسبة للمدربين يعني معظمهم ما كانش أصلا معهم الرخصة طيب